هذا وقد حذرت المملكة العربية السعودية من تداعيات بلغة الخطورة لاقتحام واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة مؤكدة رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لترحيل السكان قصريا بدورها أعربت دولة الإمارات عن قلقها الشديد من مخططات واستعدادات الجيش الإسرائيلي لشن عملية عسكرية في منطقة رفح محذرة من العمل العسكري الذي يهدد بوقوع المزيد من الضحايا الأبرياء هذا وجددت الخارجية الكويتية في بيان لها موقف دولة الكويت الرافض للممارسات الإسرائيلية ومخططات التهجير ضد الشعب الفلسطيني وموقفها الداعي إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولياتهم في حماية المدنيين الفلسطينيين فيما أكدت سلطنة عمان رفضها القاطع لتوجه القوات الإسرائيلية مجددة مناشدتها للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عملية لوقف إطلاق النار في أنحاء قطاع غزة كافة من جانبه دان الأمين العام لمجلس التعاون نية القوات الإسرائيلية اقتحام مدينة رفح بعد ترحيل السكان المدنيين قسرا معتبرا ذلك عملا يهدد بتصعيد العنف وزعزعة الاستقرار في المنطقة ترجمة نانسي قنقر